الوضع ايه؟ الاعلان هيتم امتى؟ طب ليه الموضوع متأخر؟ قلتلك ليه الموضوع متأخر؟ انه كان بعض الامور في التحولات البنكية وخلافه لنادي متلند قيمة صفقة امام عشور الاهلي عندك اقتراحين فيما يخص ادارة الاعلان في النادي الاهلي فيه رأي بيقول لا الموضوع فيه لغة كتير نخلص جلسة التصوير النهاردة ونعلن بكرة الصبحة وبكرة بالليل بالكتير ده رأي فيه رأي تاني يقولك لا احنا نستنى لما الاهلي ياخد درع الدوري يوم الاربعاء بعد مباراة حرس الحدود وبعدها نعلن صفقة امام عشور ده رأي في كل الاحوال سواء ادارة الاعلان في النادي الاهلي او النادي الاهلي بشكل عام اتخذ قراره بالاعلان عن الصفقة غدا او بعد غد في كل الاحوال زي ما قلتلك امام عشور اصبح لعبا في النادي الاهلي طيب قصة الاصابة الحكاية بتاعة الاصابة كان معانا محمد جمال زمان العزيز مبارح ووضح طبيا والتأرير الطبية فيما يخص اصابة امام عشور النادي الاهلي لاخد من هنا يعني لاخد من الكلام اللي قال ان امام عشور عنده اصابة كبيرة ولا خد من هنا اللي قال ان امام عشور اصابته عادية امام عشور اصابة عشور اصابة 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 عشور اصابة عشور اصابة عشور عشان يتأكد 100% من سلامته وتأكد 100% من سلامته وان الاصابة العضلية اللي عنده في العضلة الخلفية اصابة مش كبيرة وهيعود سريعا للملاعب بصورة طبيعية لا هي اصابة مزمنة ولا هي اصابة كبيرة اصابة عادية اصابة عضلية عادية دي حكاية امام عشور من الاول للاخر في هذه اللحظة هتقول لي ايه من الاول الاخر في هذه اللحظة هقولك انه كان فيه تحديثات كثيرة خلال الايام المضاية واكتهادات بالجملة مننا ومن غيرنا بس القول الفاصل الان ان امام عشور جوا النادي الاهلي دلوقتي لابس تيشرت النادي الاهلي بيتصور عشان يتم الاعلان رسميا عن هذه الصفقة خلال ساعات او خلال 48 ساعة بالكتير لو النادي الاهلي ارطأ انه يعلن بعد التتويج رسميا بالدوري او بعد الحصول على درق الدوري يوم الاربعة بعد مباراة حرص الحدود ببساطة شديد مبروك لامام عشور اولا النادي الاهلي وبالتأكيد مبروك للنادي الاهلي ايضا امام عشور لعب مهم ولعب امكانياته كبيرة جدا